السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه؟ النهار دا هعمل لكم طريقة عمل حالة سريعة جدا مفيش اسهل منه جميل جدا هنعمله في الشتاء ده جميل جدا ينفع الشيطة اصيف جميل جدا وسهل غير ان هو طعم جميل هنعمله بسرعة مش هيهه بنعناه غير خمس زي ولو عندك بنوطة صغيرة ممكن تقدر تعملها من كتر ما هو سهل شايفين قد ايه هو سهل وجميل وكمان طعم جميل شايفين شكله عامل ازاي وسريع التحضير والمقادل بتاعته سهلة ومش مكلف خالص خمس دقيق بس هتكوني عملتي الجمال ده كله شايفين فيه اسهل من كده جد جميل جدا بس لو انتو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وتشل لو اعجبكم الفيديو اول حاجة هجيب حل على النار وبعد كده هنزل عليها باربع كبايات من اللبن المغلي وبعد كده هنزل عليها بتلات معالق كبار من الكاكاو الكاكاو الخام وهنزل عليها بتلات معالق كبار من النشا بتلات معالق كبار مليانين من النشا وبعد كده هنزل عليهم بكوباية كبيرة من السكر السكر حسب الرغبة واحنا لسه هننزل عليها بشوكولاتة فننزل بكمية كمية صغيرة من السكر وبعد كده هضرب الكاكاو كويس مع اللبن قبل من ايد النار نزل عليها بمعلقة كبيرة من الزدة وتلات قطع من الشوكولاتة ثلاث معلق كبار من الشوكولاتة هتققلها معنا وهتديها لون غمق وجميل وهتديها نكية الشوكولاتة جميلة جدا ممكن ما نضفش الشوكولاتة بس بالشوكولاتة بتبقى احسن بكتير بعد ما ضفت الشوكولاتة والزبدة وبقت معي بالقوام ده شايفين شكلها عامل ازاي انا مصورتش وانا بحب بنزل بالشوكولاتة لكن كده بعد ما نزلت بالشوكولاتة وهسيبها على النار لحد ما تتقل معايا لحد ما تتقل على النار وتستوي معايا ما تكونش تقيل قوي يعني بتكون معايا بالقوام اللي احنا شايفينه ده القوام ده هو القوام المناسب وسبب لحد ما تغلي على النار وتكون بالقوام ده واللون بتاعها غامي ازاي وبعد كده هنشفي عليها وبعد كده هجيب 6 كاس من التوينجز انا هعملها بالتوينجز فالكمية دي هتامل معايا 6 اطباق ممكن نستبدل التوينجز بالهوز او ممكن بالبسكوت سيب التوينجز بتبقى طعمها احلى انا هقسم التوينجز كده نصين وحطه في الطبق هقسمه نصين بس بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنزل بالتوينجز جميل جدا ممكن نحملها بالهوز او البسكوت او اوريو اي حاجة اللي انتو تحبوه بس بتوينجز بيبقى طعمه جميل جدا وبعد كده هنزل بصوص الشوكورات عليه بس انا ما صورتش وانا بنزل بصوص الشوكورات عليه كده بعد منزلت عليه وبعد كده ستو يبرد ودخلته التلاجة بس لوحنا شيتها في الشيطة طبعا مش هنحطه في التلاجة لكن في الصيف هنستنى لما هو يبرد وبعد كده هندخله التلاجة وبعد كده هنزينه من فوق كده بزديني او بندق او فزق جميل جدا شايفين الكوين بتاعه عامل ازاي بجد من اسرق الحاجة اللي انا بعملها اسرق الحلا شايفين طعمه عامل ازاي جميل جدا الشوكولاتة تنكد الشوكولاتة فيه والتوينكز اللي اتنين بجد ميكس رهيب بجد طعمه جميل مفيش اسهل من كده طبعا تقدر تعملوها في اي وقت ولا بنوطة صغيرة تقدر تعملها طبعا لان هي من الحلويات السهلة جدا والسريعة بتعمل بسهولة جدا مش هتاخد معنا غير خمس دايق بس شايفين شكل عامل ازاي مفيش اسهل من كده طبعا والتوينكز شكله جميل جدا وكده يكون خلاص نتيت بتاع النهاردة يارب يكون الفيديو عقابكم لو الفيديو عقابكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ولو انت اول مرة تشوفوني ما تنسو تشرفوني بروحكم الحلوة وتعملوا اشتراك ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته